لم يجد علي والذي يعمل كاسبا في الناصرية مكانا للسكن سواء حياء التجاوز لعدم قدرته على شراء منزل داخل التصميم الأساسي للمدينة حاله كحال الكثيرين في ذيقار أما يملكونني أما يعوضونني بعدها تشوف أنت تشوف الله وكيلك أنا رجال أشتغل عماله يوم أشتغل وعشرتي أيام قاعد أدي راتب أنا ما الرعاية شد كافية إلى ذلك قالت مديرية التخطيط في ذيقار إنها أحصت وجود أكثر من 300 تجمع عشوائي في عموم المحافظة وبواقع 60 ألف وحدة سكنية داخل التصميم الأساسي للمدن أما مع مناطق الريف فيرتفع العدد إلى 100 ألف وحدة جلها في الناصرية أثمر المساحة اللي هو كان ببداية الـ 22 تقريبا شهر الثالث أثمر أنه وجود 338 تجمع عشوائي ما يعادل حدود 30 ألف و 600 وحدة سكنية عشوائية هذا السكن العشوائي داخل التصميم الأساسي القديم الحكومة المحلية في ذيقار أشارت إلى أن حل العشوائيات يكمن في وضع حلول حكومية اتحادية كتمليك المتجاوزين أو تعويضهم بسكن بديل وذلك بعد إيقاف وزارة الإسكان والإعمار العمل بقانون 25 الخاص بتمليك المتجاوزين آملة من مجلس النواب تشريع قانون يسمح بتمليكهم دون تبعات مالية ما يمكن علاجها في فترة معينة لازم توضع خطة على الأقل 10 سنوات توفير وحدة سكنية ملائمة لغرض نقل هؤلاء العشوائيات إلى مناطق سكنية مخدومة أعظام مجلس النواب كانت خصاداهم بأن تملك على واقع الحال وليس إيجار بدون أي تبعات مالية كون المواطنين أصلا هم ناس فقراء وكانت وزارة التخطيط العراقية قد كاشفت في وقت سابق عن وجود أكثر من ثلاثة ملايين مواطن يسكنون في المناطق العشوائية التي لا تتوافر فيها خدمات البنى التحتية والصحية والتعليمية وتقول الحكومة المحلية في ذيقار إنها بحاجة إلى 300 ألف وحدة سكنية جديدة على الأقل للقضاء على أزمة السكن العشوائي فيها علي العتابي الحرا ذيقاء